مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم أفادت مصادر غربية أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة التي جمعتها الولايات المتحدة ودول غربية تشير إلى أن الحوثيين يسعون للحصول على المزيد من الأسلحة الإيرانية بهدف زيادة هجماتهم في البحر الأحمر أشار موقع بلوتيكول أمريكي إلى أن المسؤولين الأمريكيين قاموا لمدة شهر على الأقل بتحليل المعلومات المتعلقة بتخطيط الحوثيين للهجمات المتزايدة بما في ذلك محاولاتهم شراء أسلحة إضافية لإطلاق الصواريخ على سفن الشحن وأشارت المعلومات الاستخباراتية للصحيفة إلى أن الحوثي قد يحاول مهاجمة القوات الغربية في المنطقة ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة في اليمن قد غيرت تخطيط الحوثيين لهذا النوع من الهجمات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وفاة اثنين من أفراد القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية فوقدوا في البحر الأحمر بعد بحث شامل دام لمدة عشرة أيام ولم يُعثر عليهما وتم تغيير وضع حالتهما إلى متوفين أوضحت القيادة المركزية في بيان انتهاء عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات الخاصة البحرية الذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء الصعود على متن مركب شرعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية أضف بيان الجيش الأمريكي أنه خلال عملية البحث الموسعة قامت قوات البحرية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا ومركز الأرصاد الجوية وعلوم المحيطات وقيادة المنطقة الأطلسية بالبحث بشكل مستمر في أكثر من 21 ألف ميل مربع لتحديد موقع المفقودين قالت وزارة الدفاع البريطانية أن البحرية الملكية تعمل على سلاح ليزر جديد لإسقاط الطائرات دون الطيار في البحر الأحمر وقال وزير الدفاع جراند شابس أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي بصواريخ ذات رأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية أشار إلى أنه زار الأسبوع الماضي المدمرة HMS Diamond في البحر الأحمر للاطلاع على الوضع عن كثب غيرت العديد من عمالقة شركات الشحن العالمية مسار سفونها من قناة السويس إلى مسارة أخرى بسبب التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين على السفن أظهرت البيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق كيلبر أن عددا من السفن تحمل نحو مليون وستمائة ألف طن من الحبوب غيرت مساراتها من قناة السويس إلى مسارة أخرى في الأسابيع الأخيرة أشارت إلى أن إعادة التوجيه الشحنات إلى مسارة بديلة حول رأس الرجاء الصالح أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل بنسبة 30 إلى 70% وإطالة وقت التسليم بمقدار 10 إلى 15 يوما اعتمادا على الوجهات كشفت شبكة دولية أن أزمة عدم الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين ستشهد المزيد من التدهور خلال الأشهر القادمة مع توقف توزيع المساعدات فيها قالت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة في تقرير لها إن برنامج الأغذية العالمي أوقف جميع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحوثيين اعتبارا من ديسامبر من العام الماضي وأضاف التقرير أنه خلال الأشهر الأربعة القادمة من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين حيث ستواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد وشديد أو زيادة في الوفيات لهاية المجاز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر